احنا طلعنا اكتر من 24 قرار رئاسي لتنفيذ توجهات سيادة الريس كل المشاكل اللي عرضناها الحمد لله سواء في الزراعة سواء في الصناعة سواء في كل السمارات الحمد لله بلضافة نقول لحدك الدولة انفقت لك انت تخيل بس احنا ابراج الاتصالات ان شاء الله خلال الشهرين جايين دول عملنا 57 برج اتصالات من اول الوحات لغاية العوينات دول بيغطوا اتصالات لان حضرتك سينا تقول انت المستثمر عايز اتصالات عايز طرق عايز مطار عايز صحة ديسة كنا منتكلم عن زيارة الرئيس لواشنطن وفي كل زياراته لواشنطن لموسكو لباريس للعواصم الاخرى دايما بيجد وقت كافي لكي يلتقي مع المستثمرين وزبع الرجال الصناعة والاستثمار والتجارة يعني مبارح في غرفة التجارة الامريكية شفت كام واحد من مديري ورؤساء الشركات دول عايزين يجوا يلاقوا بيئة خصب الاستثمار ده اللي احنا عملنا مع سيادة الرئيس بأمانة انا كان فيه في شهر انا توليت المسئولية يعني في 2017 في اول 2017 سنتين يعني 15 اثنين 2017 سنتين مش عارض يمكن كنت بعرض على سيادة الرئيس كان في مؤتمر التعاديات كل السادة المحافظين حضرينه كنا عملناه وكان سيادة الرئيس كل التعاديات اللي حصلت وده موجود التعاديات فكنت بعرض انا موضوع التعاديات فانا في هذا العرض تطرقت الى الوادي جيد ومشاكله ويمكن سيادة الرئيس يوجه ساعتها بان احنا نتجل الوادي جيد وعن نعمل عوام الجازم اشتركوا في القناة